التقارير تشير إلى أن عدد الضحايا في سوريا اقترب من 15 ألف قتيل وفق تقديرات المرصد السوري الحر ماذا يعني هذا الرقم الآن؟ حقيقة هو تجاوز ذلك أيضا وهذا الرقم هو رقم مجدول بالأسماء والأرقام هناك أكثر من ضحف هذا الرقم من المواطنين الذين لم يعرف مصيرهم بعد المفقودين وربما على الأقل جزء كبير منهم في عداد الشهداء يعني ذلك أن هناك كارثة وطنية كبرى عندما تقرم بها عشرات الآلاف من الجرحة مئات الآلاف من المعتقلين خلال 15 شهرا ومئات الآلاف من المهجرين من بيوتهم قصرا تكتشف حجم الكارثة الوطنية التي تعاني منها سوريا من استمرار هذا النظام تكاد الأفلام والصور التي تبث عبر وسائل الإعلام تشعرنا وكأننا في أفلام تمثلية وليس أمام فظائع بشرية واقعية ما الذي يؤدي بالإنسان إلى أن يصل إلى هذه المرحلة من الحيوانية في التعامل مع الإنسان؟ هذا ما يقلقنا وأكاد أقول لك ما يبكينا من الداخل وأنا شخصيا أتساءل وتساءلت مرات عدة عندما كنت أشاهد التعذيب للآخرين وأسمع أنينهم كنت أسأل هل هؤلاء الذين يعذبوا أصدقاؤهم؟ هل هؤلاء الذين كانوا معي في المدرسة؟ هل هؤلاء الذين درسنا معهم في الجامعة معا؟ هل هؤلاء الذين خدمنا في الجندية معا؟ وكنا ننام على مخدة واحدة؟ هل هؤلاء هم الذين كنا نزرع الأحلام ونتقاسم الآلام معا؟ شيء غريب شيء لا يصدق على الإطلاق ونحن ما زلنا في هول الصدمة أستاذ جورجي الآن كثير من الأفلام التي تصور الجنود أنفسهم هم الذين يصورونها وتصل إلى وسائل الإعلام؟ هل يريد أن يثبت على بعض الوجوه تظهر وهم يضحكون؟ هل هؤلاء يريدوا أن يثبتوا على أنفسهم أنهم مجرمون ويقدموا أدلة ووفائق تدينهم بهذه الطريقة؟ أم كما يقول النظام أن كثير من الأشياء فيها تمثيل وفيها أشياء غير واقعية تؤدى؟ هي صور حقيقية لأشخاص حقيقيين تظهر وجوههم ومعروفون بالأسماء لكن لماذا يصورون؟ يصورون هذه الأفلام ويبيعونها نعم يغتنون على ألام الآخرين يعني بعض الجنود يصورون الأفلام مقابل مادي؟ نعم ويبيعونها لوسائل الإعلام بالآلاف ولا يهمهم انعكاسة على المؤسسة العسكرية انعكاسة على النظام أو انعكاسة الوطني على البلد هناك مصدر آخر أن هناك بعض الناس من أعضاء هذه المؤسسة يصورونها سرا ثم يكشفونها للآخرين لأنهم في الحقيقة مع الثورة لكنهم ما زالوا في إطار هذه المؤسسة يعني هناك صنفين من الناس صنف يصور ليبيع ويأخذ مقابل مادي وصنف متعاطف مع الثورة يصور ويفضحها ثم يفضح ذلك هناك هذه الانشقاقات من المؤسسة هي في قلب منها ضباط وجنود وصف ضباط كانوا في مراكز القرار حتى أنهم يكشفون بعض البلاغات السرية التي تصدرها المؤسسة في الاضطهاد هنا وهناك في أعمال القتل والتدمير هنا وهناك وتظهر للعلن على صفحات فيسبوك الآن الجيش السوري الحر نفى مسؤوليته عن كثير من عمليات التفجير السيرات المفخخة وغيرها التي تتم من إذن الذي يفجر؟ واضح من له مصلحة في ذلك من له مصلحة؟ له مصلحة في ذلك هو النظام فقط النظام هو الذي يفجر ويقتل نعم هذا النظام له تاريخ طويل من الإرهاب وأعمال التفجير ليس في بلدنا فقط بل في البلدان المجاورة يعرف اللبنانيون السيرة الإرهابية لهذا النظام كذلك يعرف العراقيون أيضا والسيد نوري المالكي شخصيا يعرف الأثار والنتائج الإرهابية لهذا النظام في بلده لماذا يفعل ذلك؟ يفعل ذلك يريد أن يحور الصورة يعني أنت كمان تتهب النظام بأنه وراء كثير من التفجيرات التي تجري في العراق؟ يا سيدي لسي أنا لاتهمهم السيد نوري المالكي نفسه قدم هذا الاتهام والحكومة العراقية رسمي بس الآن أصبح مدافعا عن النظام في هذه المرحلة هذا سؤال يسأل للسيد المالكي والحكومتي نعم في معلومات يعني أحد السوريين من الداخل صرب إلي بعض المعلومات لا أدري مدى دقتها قال أن هناك 32 سيارة مفخخة جاهزة في دمشق تم تجهزها في فرع أمن الدولة في الغوطة وهذه السيارات سيارات خاصة وسيارات تاكسي وقال أنه التقى مع أحد اللي كلفه بتفخيخ هذه السيارات وأقسم أنه معلومات ولا أدري مدى دقت هذه المعلومات لديكم معلومات حول هذا الأمر نعم تسربت معلومات عن وجود مثل هذه السيارات المفخخة فعلا في غوطة دمشق وأنها معدة للتفجير أمام دور العبادة أمام دور العبادة نعم والهدف أيضا واضح مسعى النظام منذ اليوم الأول لثورة يعني ممكن يوم الأحد والجمعة توضع أمام المساجد وأمام الكنائس هذا هو الهدف من إعداد هذه السيارات أما كيف ستنفذ أيضا لهم خطة في التنفيذ الآن عملية استخدام الأطفال كدروع بشرية أيضا على الدبابات وغيرها أصبحت يعني الخبر كان عندي قبل عدة أيام والآن أصبح خبر متداول بشكل كبير نعم أقرته الأمم المتحدة في تحقيقاته وبياناته يأخذون الأطفال في البصات والسيارات والعربات عندما ينسحبون من بعض المناطق خوفا من الجيش السوري الحر وبالطبع عندما يكون هناك أطفال في العملية الجيش السوري الحر يمتني عن أطلاقنا اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر